ومستمرين في تغطيتنا اليومية لاستعدادات مصر لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27 الحقيقة استعداداته كشفت عن أفكار مختلفة ومبتكرة وجديدة منها مثلا مبادرة متاحف خضراء اللي انطلقت من متاحف محافظة الإسكندرية كمبادرة من أمينة المتحف اليوناني الروماني ومدير الأحراز الأستاذة ريهام رفاعي اللي هتكلمنا عن مبادرتها بالتفصيل صباح الخير عليك أستاذة ريهام صباح النور يا فندم أهلا ونسهلا بحضراتكم والمشاهدين الكرام فكرة متاحف خضراء دي حاجة احنا مسمعناش عنها قبل كده يعني ايه متاحف خضراء ازاي ممكن يكون لها دور في مواجهة التغيرات المناخية تمام المبادرة متاحف خضراء هي كانت مشروع تخروجي من مبادرة كونسة جدا للتنمية المستدامة اللي أطلقتها وزارة التخطيق والتنمية الاقتصادية والمعهد القاومي اللي حوكمها والتنمية المستدامة وبعدين بما إني أمينة مدحف فقدمت الفكرة لرئيس قطاع المتاحف دكتور مؤمن عصمان وطبعا رحب لها جدا خصوصا أن احنا وإحنا بنستعادل الكوب 27 والدولة كلها وقدر اتجاه نحو الأخضر فلوقت الفكرة قبول كبير لدى رئيس قطاع المتاحف بدأنا بتنفيذها بالفعل في المتاحف استدامة في إدارتها وفي أنشطتها وفي حتى تصميم المباني بتاعها مش بس أن أنا كمتاحف أقدر أن تكون العمارة بتاعة المتاحف أو أبنية المتاحف متاحف خضراء بتقلل من البصمة الكربونية بتاعتها على البيئة وتكون ملهاش تأثير سلبي على البيئة لا متاحف خضراء كمان يعني أنا لي دور توعوي بوعي الناس بقضايا التنمية المستدامة بوعي الناس بأزمة زي أزمة التغيرات المناخية بكل القضايا والمشكلات المتعلقة بالبيئة فهي دي الفكرة بتاعت المبادرة أكيد التوعية دي بتتطلب أنشطة مختلفة فإيه الأنشطة اللي بتقدم ضمن فعاليات متاحف خضراء الأنشطة اللي إحنا شغالين عليها دلوقتي استعداداً لاستضافة مصر لكوبتوينتي سابين نعم عاملين حاجة تحت عنوان متاحف من أهل العمل المناخي إحنا شغالين في اسكندرية على إعادة تدوير مخلفات المتاحف ومخلفات الأحياء المجاورة للمتاحف وهندعو كمان زغار المتاحف أنهما يشاركون بالمخلفات بتاعتهم وبنتعون مع كلية الفنون الجميلة أن نعيد تدوير المخلفات دي نعمل بيها مجسمات فنية وتراسية ضخمة المجسمات اللي إحنا إن شاء الله هتبقى ناتج من إعادة تدوير المخلفات هنحط منها المخلفات اللي هي الصلبة أو المجسمات الصلبة هنزين بيها الشوارع المجاورة للمتاحف علشان كمان يعني ندي شكل جمالي للشوارع المحيطة بالمتاحف والناس لما تشوف التماثيل دي أو المجسمات دي وتعرف أن هي نتكى عن إعادة تدوير المخلفات يبقى عندهم الكونسبت بتاع المخلف بتاعي ده مش لازم تكون إن هي حاجة ما لهاش قيمة بالعكس أنا لو رميته فأنا بضر البيئة لكن أنا لو أعادت تدويره مرة أخرى فأنا هستفيد أنا بيه شخصياً وهفيه كمان البيئة حوسع نطاق الاستفادة من المتحف مش بس هحكي حكاية الشكل اللي المتحف قائم عليه لأ هبتدي أنشر الفكر جديد ووعي جديد طيب أنا عندي جيل جديد بالفعل يمكن حظه أوسع من الأجيال التانية بأنه هو يعني بينشأ في مدارس وفي مناهج بتتكلم عن البيئة وبتتكلم عن مخاطر البيئة نقدر نوصل بالحملة دي للمدارس زي بالذات في محافظة الإسكندرية دي حقيقة إحنا من ضمن أنشطتنا في تعاون ما بيننا وما بين الإدارات التعليمية في الإسكندرية إحنا برضو شغالين دلوقتي على نموذج لمحاكاة لمؤتمر تغيرات المناخية فإحنا بنتعاون مع الإدارات دي هما هيجبونا الطلبة بتاعهم هنعلمهم أصلا يعني إيه تنمية مستدامة يعني إيه مؤتمر التغيرات المناخية إيه هي أزمة التغيرات المناخية من اللي بيحضر المؤتمر ده إيه هي القضايا اللي بيتم تناولها في مؤتمر الكوب بشكل عام وإزاي إحنا نستعد دلده وهنخلي كل طالب أو كل مجموعة من الطلبة هياخدوا قطاع من قطاعات الدولة ويشوفوا القطاع ده إزاي بيأثر وبيتأثر بالتغيرات المناخية علشان يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات مش بس هما بيدرسوا ده في المدارس إزاي بقى يمرسوه على أرض الواقع وإن شاء الله نموذج المحاكاة هيتم في شهر 11 بالتزامن مع الكوب 27 نعم نحن بنتكلم على نوفمبر هو نعقد قمة المناخ في شرم الشيخ نتكلم على ثلاث شهور هل الثلاث شهور دي كافية ليكم لفكرة تحويل المتاحف المصرية المتاحف خضراء لأن حسب علمي أن الحملة مش هتكون في متاحف الإسكندرية فقط وأنت عاوزين تعمموها على المتاحف الأخرى اللي ينفع تعممها فيها وهل هتقدروا أنتوا تدربوا الكادر البشري في الوقت دا ياني؟ المبادرة تم إطلاقها في عشرين وواحد وعشرين مش بس السنة دا احنا مش لسه شغالين من فترة بسيطة احنا شغالين بأننا سنة بالفعل قدرنا أن احنا نتدرب كوادر في المتاحف الإسكندرية والكوادر دي هي اللي بتشتغل وبقيت تطلق دلوقتي المبادرات بالأنشطة التوعوية بشؤون البيئة أو بأزمة التغيرات المناخية واحنا كمان في فكرة الاستعادات للقوب 27 بالتحديد احنا برضو بدئين بأننا حوالي ثلاث شهور نعم فاحنا حطيني البرنامج والبرنامج دايما بنرجعه من قبل مستشارين خصوصا نموذج المحكاة تم مراجعته من قبل دكتور حسين أغازة مستشار وزيرة البيئة ووزيرة التغطيط مبدئين دلوقتي إحنا نشتغل بالفعل على الخطوات التنفيذية للمبادرة كذلك المتاحف نفسها كأبنية تم تقديم مقترح لتحويل متحف إسكندرية قومي لمتحف أخدر وشغالين حاليا على متحف المجاهرات الملكية إزاي برضو يكون متحف أخدر في البناء بتاعه إلى جانب الأنشطة اللي المتاحف أوريدي خلاص بقت بتقدمها للمجتمع بقت أنشطة خضراء بتتماشى مع رؤية مصر عشرين ثلاثين متستعد للإستضافة بصر للبط 27 أكيد كل شكرا لكي الأستاذة ريهام رفاعي مدير الأحراص بالمتحف اليوناني الروماني ومؤسس حملة متاحف خضراء شكرا جزيلا لكي